مباحثات ومداولات، ملفات عدة وعقبات كثيرة، قمة وصفها البعض بقمة الفرصة الأخيرة، إذ لم يعود أمام الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره من جنوب السودان سيلفاكير ميردات من خيار إلا التسوية، مع انقضاء المهلة النهائية التي حددها مجلس الأمن الدولي تفادياً للعقوبات. انفصال جنوب السودان عن السودان في يوليو من العام الماضي لم يكن إذاناً بحسم الخلافات بين الجارين اللدودين، بل فتح الباب أمام مشدات أعادت إلى الأذهان شبح الحرب الأهلية. تنوعت القضايا العالقة بين الجانبين، ومن بينها ترسيم الحدود الممتدة لمسافة 1800 متر، والتي لم تفصل فيها اتفاقية السلام الموقع عام 2005، وكان الاتحاد الإفريقي تقدم باقتراح لإنشاء منطقة منزوعة السلاح على امتداد 14 ميلاً. وفضلاً عن الخلاف بشأن الحدود، ظلت الخرطوب وجوبة تتنازعان على مناطق بأكملها لم يتحدد لأي بلد تتبع. على رأس هذه المناطق، أبيي الغنية بالنفط، والتي تشهد مناوشات مسلحة بين حين وآخر. لكن في إبريل الماضي تفجر الموقف بعد دخول قوات الجنوب منطقة هجليج المجاورة لأبيي، والتي تتمتع هي الأخرى بثروة نفطية هائلة. وربط الجوبة حينها انسحابها من هجليج بخروج القوات السودانية من أبيي. لم ينفصل الصراع على الأرض عن الصراع على النفط، فالجنوب يمتلك ثلاثة أرباع ثروة نفطية، لكن من فذه الوحيد إلى العالم يمر بموانئ السودان المطل على البحر الأحمر. وفي يناير الماضي قررت جوبة وقف دخ صادراتها من النفط إثر خلاف بشأن رسوم التصدير. وفي وقت طالبت فيه جوبة بتسوية مسألة النفط، كانت الخرطوم تصر على حسم مسألة الأمن أولاً، اتتهم حكومة الجنوب بدعم جماعات مسلحة مناوئة للبشير، خاصة في إقليم درفور، الذي كان مسرحاً لمعارك قتل فيها عشرات الآلاف، وشرد بسببها مئات الآلاف.